قالت الهيئة العليا للمفاوضات والتي تمثل تيار المعارضة السورية الرئيسية إن مؤتمر الحوار الوطني الذي تستضيفه روسيا هذا الشهر يمثل حرفا لمسار وساطة الأمم المتحدة ومحاولة لعادة تأهيد نظام بشار الأسد وذكرت الهيئة في بيانا لها أنها تصر على رفض مناقشة مستقبل سوريا خارج الإطار الأممي القانوني وكان القيادي في الوفد المفاوض بالمعارضة محمد علوش قال إن المؤتمر هو عبارة عن حوار النظام مع نفسه إن لم تشارك المعارضة في مؤتمر ترعاه روسيا